السلام عليكم الفصائل المسلحة في العراق تستمر في التصعيد في مهاجمة القوات الأمريكية والتواجد الأمريكي بالمسيارات وبالصواريخ ولاحظنا هذا الأمر يتصاعد بشكل كبير خلال أقل من 48 ساعة وإذا ما جئنا إلى هجوم اليوم اللي صار ووحدة من آخر الهجمات وأحدث الهجمات للفصائل المسلحة على قاعدة عين الأسد هذه هي اللي دل لحظها الآن هذه قاعدة عين الأسد وهذه النقطة اللي انطلقت من عدها اليوم الصواريخ الهجومية وهذه المنطقة هي تمثل طبعا ناحية البغداد وهي تبعد عن قاعدة عين الأسد من 6.8 إلى 7 كيلومتر فقط والصواريخ اللي استخدموها هي صواريخ القراد اللي يوصل مداها تقريبا 40 كيلومتر فبالنظر إلى المسافتين طبعا بمدى هذه الصواريخ وبهذه المسافة هذا يدلل بأن الدقة عالية جدا من المفترض أن تكون ظاهرة وأن تسقط على القاعدة بشكل كبير جدا وبنسبة 100% أن سمح ذلك وهذا طبعا كان واضحا من 14 صاروخ سقطت وبالفعل حدث سقطت 14 صاروخ قراد على قاعدة عين الأسد طبعا كانت حول هذه القاعدة وكذلك على الجزء اللي موجودة بالقوات العراقية أغلب هذه الصاروخ سقطت على الجزء العراقي ويجب أن نفهم قضية بأن قاعدة عين الأسد بها قوات عراقية وبها قوات أمريكية وطبعا لم يكن هناك أي قتلى ولكن اثنين جرحوا بحسب وين ماروتا المتحدث باسم التحالف الدولي وبما أن وين ماروتا هو من تحدث على هؤلاء الجرحة اللي هما أصيبوا بجروح طفيفة بحسب ما قال ماروتا نفسه فهذا يدلل بأن هؤلاء هم من الجنود الأمريكيين بالنسبة عالية وليسوا من الجنود العراقيين وكذلك أنه رغم هذا الهجوم الكبير وقرب المسافة ومعرفة الولايات المتحدة الأمريكية بمصادر إطلاق النار إلا أنها لم تدافع عن نفسها لم تطلق مدفعية ولم تطلق الطائرات لمطاردة طبعا من قام بإطلاق النار أو ترود عليها لأنه يعرفون قضيتين مهمة جدا أن هذه ليست سوريا هذا هو العراق بالإضافة إلى ذلك أنها منطقة سكنية ولكن أيضا إذا ما نظرنا إلى عملية إطلاق الصواريخ اللي صارت حقيقة والمنصة اللي استخدمتهم واستخدموا أصلا تريلة شاحنة بهذا الشكل واضح جدا بأن العملية لم تكن فقط هي متعلقة بأرباط عصاروخ مو بس هذه الأرباط عصاروخ اللي انطلقت واضح من حجمها واضح من عملية الدمار اللي صارت طبعا في الجامع المجاور إلها وبالشضايا ومن خلية الإعلام الأمني بقولها بأن هناك صواريخ أصلا سقطت على المدني وغيرها قد نكون هنا أمام أكثر من 24 صاروخ كانت موجودة عادة الفصائل المسلحة توقف هذه الصواريخ قبل أن تنطلق يوقفون هذه الشاحنة يهيئون المنصة يغادرون وبعدها طبعا تكون هذه موقتة وتنطلق ولكن واضح هنا أمام خلل صار بالنسبة للفصائل في هذا الهجوم كذلك هجوم مهم جدا صار يوم أمس بالليل وهو نوعا ما يعني بغموظ حتى هذه اللحظة ليست هذه التفاصيل الكبيرة مثل ما هو واضح في قاعدة عين الأسد ومثل ما انتشر حولها هذا الهجوم طبعا اللي صار على أربيل هو قيل عنه بأنه هجوم صاروخي بالإضافة إلى ذلك أنه استخدمت فيه المسيرات الآن ثلاثة مسيرات هي التي استخدمت التحالف الدولي تحدث أن واحدة من المسيرات هي التي استخدمت حتى هذه اللحظة لكن لحد الآن ممتهت التحديثات على هذا الهجوم اللي صار المستهدف طبعا هذه النقطة اللي هي مطار أربيل وتحديدا قاعدة التحالف الدولي لدعم اللوجيستي اللي هي موجودة في الجزء الشمالي من هذا المطار المهم جدا والذي تعرض لأكثر من مرة للهجمات الآن النقطة الأساسية أن الطائرات المسيرة ممكن أن تأتي من أي مكان ممكن أن تأتي من أي جهة ولكن الجهة الأكثر منطقية في عملية المهاجمة هي طبعا الجزء الغربي ومن هذا الاتجاه تحديدا أن هذا الاتجاه أولا هو قريب 39 كيلو متر على الرغم أن الطائرات المسيرة ممكن أن تقطع مسافات أطول وأعلى ولكن هذه المسافة 39 كيلو متر هي دايركت متجي طبعا مصر على عملية اعتراضات إلها أول مرة تتم العملية من هذه النقاط الموجودة طبعا في القرى من أي قرية ممكن أن تنطرق طبعا بالإضافة إلى ذلك أن القوير استخدمت في السابق أصلا في عملية الطائرات المسيرة أول طائرة مسيرة كانت من القوير ولكن عندما انطلقت في وقتها يعرفون الفصائل المسلحة أن كانت تحالف الدولي يرصد هذه الطائرة من على مسافة أكثر من 7 كيلو متر بالرادارات ولكن تمكنت الطائرة من الذهاب طبعا مع الطائرات المدنية وهبطت وسوت ضربتها بكل نجاح فلذلك ليس هناك منطق من استخدام نفس النقطة في هذا الهجوم كذلك إذا ما لاحظنا بالهجوم اللي صار في السفارة الأمريكية في بغداد أن الطائرات المسيرة استخدموها من جهتين من أجل تشكيل تحدي لعملية المنظومات الدفاعية اللي موجودة طبعا في السفارة الأمريكية وهذا قد يكون واضحا هنا خاصة وأن شمال كاركوكو وهذا النقاط اللي موجودة أصلا هم استخدموها في أكثر من مرة في الصواريخ الفصائل المسلحة وكذلك في الطائرات المسيرة آخر مرة لاحظنا طائرات المسيرة اللي هاجمت القنصرية الأمريكية اللي دايشيدوها الجديدة والكبيرة في هذه النقطة وفي وقتها فقدوا طبعا السيطرة كانوا يريدون الهجوم ما بعد السنتر والمركز لأربيل وسقطت طبعا وبعدها نذكر بايدن سوى الضربة الثانية ماتة اللي احنا دنشوف العملية الانتقام اللي تصير الان بهذه الهجمات التصعيدية من وراها لذلك هذا لا يمنع ان تكون جهتيا صارت من عدها الهجمات وان كانت هي نقطة تمر بالسنتر مالة أربيل لمهاجمتها على مستوى 180 درجة من اجل تحقيق هذه الضربة لذلك هي ثلاثة طائرات وخاصة ان واحدة من الطائرات جاءت صورها واضحة جدا بانها كانت معبئة بالمتفجرات وضربة احدى الجدران هذه احدى الجدران طبعا لمطار أربيل وتحديدا للجهة الموجودة لقوات التحالف الدولي وواضح الاحتراق الكبير جدا وكذلك كانت هناك كارفانات وحرائق لعدد من الحشائش وهذه طبعا تضع علامة استفهام انه هل كانت فعلا الصواريخ موجودة في هذا الهجوم يعني التحالف الدولي لم يذكر اي شيء عن اي هجوم صاروخي على الرغم من الفصائل قالت بانهم استخدموا عشرين صاروخ في هذا الهجوم كذلك ان المسافات من خارج اقليم كردستان المناطق الحمراء هي طبعا من سيطرة الحكومة العراقية والصفراء تمثل اقليم كردستان المسافات كلها بعيدة يعني اذا ما تحدثنا على هذه المسافة تحديدا وهذه النقاط لا يمكن استخدامها تماما في صواريخ الإقراد نحن نتحدث عن مسافات تصل الى اكثر من ستين كيلو ونحن نحكي على أربعين إلى خمسة واربعين كيلو بالنسبة لصواريخ الإقراد ليس هناك منطق استخدامها بهذه الطريقة إلى سنتر أربيل وتضرب المنطق هو أن تضرب من مناطق أقرب ولكن هذه المناطق مثل ما قلنا هي توصل إلى تسعة وثلاثين من آخر نقطة إلى أربعين كيلو أي أقصى مدى هذا اللي صاروخ الإقراد وبالتالي من تشتغل على أقصى مدى للصواريخ بحسب خبراء للصواريخ حقيقة هذه تسوي مالتها والدقة للصواريخ ضعيفة للغاية مقارنة بالطائرات المسيرة لذلك علينا أن لا نستغرب إذا ما صرح بأن الطائرات المسيرة زيارة هذا الرجل صباح يوم أمس رئيس الاستخدار للحرس الثوري الإيراني وصل إلى بغداد سوى اجتماعات وغادر بغداد وشفنا هجوم على قاعدة عين الأسد على مطار أربيل يوم أمس بالليل واليوم على قاعدة عين الأسد مرة ثانية وكذلك حقل العمر النفطي بالطائرات المسيرة وطبعا استطاعت قوات سوريا الديمقراطية والتحالف الدولي من إحباط العملية اللي صارت في سوريا لكن تصعيد كبير جدا وقد نرى استمرارا لهذا الموضوع وهذا اللي يربط قضية مهمة جدا أعلنت عنها إيراني ومأمس للوكالة الدولية للطاقة الذرية بأنه إحنا سنبدأ بعملية إنتاج معدن اليورانيوم بنسبة تخصيب 20% وحتى نفهمها شنو هذا المقصد من عنده وليش 20% تعتبر في التصعيد كبير جدا وأثارت الكثير من اللغات أنه أولا هم دي يخصبون اليورانيوم بأجهزة الطرد المركزية بنسبة 60% بنسبة 20% هم أصلا أنتجوا الكثير حقيقة من اليورانيوم وهذا طبعا اللي أنتجوه هو ليس معدن اليورانيوم هو يسموه أوكسيد اليورانيوم فلذلك هم الآن أبلغوا لو كانت الدولية للطاقة الذرية أنه هذا أوكسيد اليورانيوم إحنا رح نحوله إلى مختبر الأبحاث والتطوير اللي هو في محطة الوقود اللي موجودة في أصفهان من خلالها يحولون أوكسيد اليورانيوم إلى شيء اسمه رابع فلوريدا اليورانيوم اللي من خلاله يتحول بعد ذلك بخطوة أخرى إلى معدن اليورانيوم وبالتالي يصير إنتاج لمعدن اليورانيوم اللي هو أيضا ينتجون من خلاله وقود مهم جدا اسمه يورانيوم سيليسايد فيول اللي هو وقود السيليسايد وهذا طبعا قليل جدا الدول اللي تمتلك وهم قالوا الإيرانيين إحنا دريد هذا المعدن اللي هو بنسبة 20% حتى للأغراض المدنية والطبية والسلمية وغيرها وليس للأغراض العسكرية بالإضافة إلى ذلك هم هذا الوقود يستخدموا أصلا في مفاعلات طهران حقيقة مفاعل طهران للأبحاث اللي يستخدمون كوقود وهذا أمر طبعا يحق لهم بأن يشتغلون عليه فلذلك المشكلة في الدول بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا هم ما يوثقون أصلا بإيران بأنه رح يستخدموا فقط للسلمية وللأمور السلمية بل أنهم يعتقدون بأنهم سيستخدموا في التسليح وإن كان 20% للنسبة 20% هي يعني قليلة جدا الأمور المدنية اللي تستخدم بها وهي تستخدم في الأكثر وعلى الأغلب في الأمور التسليحية والخوف هنا ديجي لنحصير عد إيران تجربة في عملية معدن اليورانيوم وإنتاجه فبالتالي إذا خصبوا بنسبة 90% فيما بعد رح يصير مشكلة وعدهم تجربة ويعرفون شون يوصلون إلى القنبلة النووية بالطريقة اللي يريدوها موسيقى